اشتركوا في القناة إلا إذا أراده وخلقه وشاءه وقدره لماذا تخاف؟ الخوف الذي صار مرض كثير من الناس هذه الأيام البعض يخاف في هذا الزمن من كل شيء وصار يتوقع الضر والشر مع أن الله جل وعلا أرحم الراحمين العلاج الوحيد لتعود الطمأنين إلى قلبك كن مع الله واحفظ الله يحفظك وذذ بجنابه جل وعلا فإن الخلق بجميع قواتهم وعتادهم وما يفعلون ويكيدون بقول الله للشيء كن فإنه يكون ولن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك فثق بربك واطرض الخوف وطمئن قلبك بذكره ألا بذكر الله تطمئن القلوب ترجمة نانسي قنقر